سوهيل نفار مرحبا حاسس حليف تحقيق كيف بلشت سوهيل نفار عكس التحقيق تماما أهلا وبيت سهلا فيك طمناعناك الأشخاص يمكن للشخصين ثلاثين اللي ما بيعرفوا له سوهيل أول شيء أنت بلشت فنان وحاليا VP of Marketing and Strategy ل Empire Records صح ما شاء الله يعني your career spans many years و يعني ملحق على كل شيء تقريبا شوه شوهي كيف بلشت معك قصة الفن والموسيقى بشكل عام برجع برجع لجيل ممكن عشر سنين بتخيل لما حتى قبل ما أنا أولاد الصراحة بنفع لوحد يرجع لقبل ما أنا أولاد أنا مولود في عائلة لأبو اللي جزء من 15 أخو وأخت ست خلفت 15 واحد وكان هم زي البوتلوك فرجن طبع ذا جاكسنز بس كانوا ذا نفارس حلو كانوا يعملوا أغاني اللي هي ببيتلز بس بنفس الوقت إعراس وكانوا يطلعوا تورس فولوكلورة منحكي نحن؟ منحكي إحنا أبوي مع أفرو وراك ستار ودبل جيتار ودرامز بالغرفة وكلو عند ستة حلو السيدي كان يعمل عود من الخشب والستة تغني فكان الإشي بالبيت كانت خياة غنائية جناليكس يعني الموضوع آه طبعا وبعدين أنا لما أهلي تجوزوا خلفوني ما كمعهم كفاية ماديات اللي يروحوا يشترو بيت فغرفة الرهيرسر متاعتهم غرفة المراجعات اللي كانت مراجعات كانت ألبت لبيتنا فأنا مولود بغرفة مراجعات خلاص فبلشت بلشت بالزديد وأنا في البطن كنت في مراجعات وبعدين مولود في غرفة مراجعات سنة سنتين وبعدين موسيقى ضلتها بطل وقت حولينا معت أنت فعليا ولدان وعمت غنئ بالضبط آه آه طلعت الميكس مش غيحي جماعة عيد التيت تيت تبعت المستشفى مش عجباني وبعدين مع الوقت كنت عايشين في بلد اسمها لد بغرفة صغيرة أنا وأخوي تامر تامر نفو سلام أكيد أنا تعرفت عليلي أول مرة مبارح طبعا بعرفوا لتامر صار لفترة بس مبارح كان أول لقاء وكتير يعني الشاب موهوب يعني أميزن ماشاء الله العلي يعني هلأ صار عندي فاهم من واحد تامر من هو صغير كان كاتب عبكري أنا متذكر وأنا بجي الأربعة عشر كنت أفوت على غرفتنا الغرفة تكوني وراء كله ليريكس كتابات الكتابات كان حتى like pop style قبل الهيب هاب عم نحكي لا التامر ما كانش يحب هيب هاب تامر كان أكتر الباكسترد بويز وهيك بالأول أنا اللي جبت الهيب هاب ايوه ايوه شوفي واحد صفر شوهيل ده باب زحفة تارى هو بيحكي القصة بس إنه لأ أنا بالمرة دخلت على الهيب هاب عشان مش من الراب بالأول من الbreak dance بالأول كنت أعمل break dance بعدين غرفيتي بعدين حبيت الهيب هاب بلشت أسمع الهيب هاب اللحظة اللي فيها تامر حب الهيب هاب كتير هو لما سمع ليريكس عشانه بني أضم طبع كلمات دايما بحب الكلمات metaphors بحب اللعوب دبل انتجرزم هالأساس كتير كتير يعني دايما من هو صغير وشاطر فيها هو ما شاء الله كتير يعني لسانه شفرة من الأول من هو صغير لسانه كان شفرة بمفعل تكون وحدي كبير مع عضلات بس بتوقف قدامه كلمتين بقص فالبيت كان كله ليريكس كلمات اللي هم بوب أكتر وبعدين هذا الإشي كان أبوي يتطلع على الموضوع ودعمه فعليا كان إن أبوي مرأة حادث ترى فكان من وحنا صغير كان على كرسي عجال فهو كان في البيت فكان حوالينا تعرف المرأة الواحد بأخذ الأوضاع السعبة زي هيك بالفترة هذه كان إشي كتير سعب بس هلا لما أطلع لورا كان عندنا واحد اللي هو صاحب وجزء من الفرقة وجزء من حياتنا اللي هو هو الريل فاوندر طبعا دامت عنه والأبوي الـ Godfather يعني هو المرشد لأنه كان دائما يساعد ويدعم بهاي الشغلات فمن هناك بلشت الموسيقى بالآخر بالآخر تامر قرر إنه يسجل وكنت بالستوديو أنا كنت أتعلم سينما وأصور وكنت هناك أصوره هنحكي بفلسطين نحن هذي فلسطين لسه فلسطين والتامر قال لي ادخل إنت سجلي اللازمة طرعا أوكي فدخلت سجلتي اللازمة وهنا ببلشت حياتي في الموسيقى كمهانة هو أقنعا تامر قال لي ودخلت سجل هناك دخلت سجلت كانت لازمة لألبوم كان اسمه ستوب سلين درغز هون عم نحكي كدام كأبل دام أنا بحكي على السبعة وتسعين حسنا خليت سجلت اللازمة الالبوم كان بالانجليزي كتير عاطل بتأمل ولا حد يسمعه بحياتكم لا يسأل لأسفة 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 تقنيا تقنيا لأسفة بس ايضا بالظبط بس كان فيه إحساس لانه إحنا جاي من بلد يسمى هاللد هاللد هي بين يافا والأوتس من الفلسطينية الداخل واللد هي عايشين هناك في قاتوز عايشين في الباب الباب اللي بالي هو تعا نقول تجار المخدرات ولدنا وعيشنا بحوالين ببيئة ببيئة اللي فيها ضيعنا كتير الناس حولينا وصحابه واللد صف شفنا كتير شفنا كتير من ففعليا الهيب هوب بيناسب الحالي اللي عشتوا في أنتو عشان هيك عدو غري كان الإحساس تبع الهيب هوب لإلنا أنه هادولا سكنين باللد وين سكنين هادولا بغنوا بالإنجليزي بس حراطهم زي حراط يعني إذا بتفتح شباكنا وتفتح شباكهم نفس المنظر كان هيك حسنا عشان هيك ما كان تعا نقول التلفزيون العربي بالفترة هديك اللي كان كلها يمكن محطة وحدة أو محطتين كان عطينا كتير تعرف شاب بالحقصبية بالسوق وبيغني لها يا حبيبتي وهيك شغلات هادي ما تقدر تعملها عندنا بالبلد فمحسنا أكتر إحنا معها كتير كنتوا هذا الشارع هذا شعين من الشارع وحابين الشارع وهذا اللي فعشان هيك كان الألبوم وقتا اسمه ستاب ساليندراكس وشوية شوية من هناك تعرفنا عم حمود وبلشت فرقة الدام من فرقة الدام كنا تعرف الناس الأيام هاي بتحارب إنها بالالغريثم أو بتحارب تطلع عن منصة وكل هاي الشغلات بس احنا وقتا ما كنا ما كان في منصة ما كان في راب عربي ما كان في هبوب ما حتى عم نحكي قبل الانترنت تقريبا يعني مع بداية الانترنت عنا ما كان في لسه فيسبوك ولا يوتيوب ولا ميسبيس لسه كان مبلش وقتا فكر كان ايش يسموه بالتا يعني يدوب يعني هم تحكي ببدايات الانترنت حتى عم نستوى اميركا او بزوين وقتا بلش يعني حتى الليركس لما كنا نتعلم الليركس تامير كان يروح يهرب يتخبى اللي له شي مكتبة يزر حاله بالمكتبة يروح يجيب ليركس من هناك يتبعهم ويجيبها مع الدار عشان نقرأ ونفهم ايش توبك بيحكي لانه ما كان عندنا حتى حسوب فهيك كان يجيب الليركس وهيك كنا نعرف ايش هدولا بيحكوا ليهناك عشان يكون فيهاك مع تاتش طيبين بعد ما سمعنا الليركس هدولا يعني فينا نقول ملكة اللغة الانجليزية اجت من وراء الليركس تبعوت الهيب هاب سونجز؟ السبب الوحيد اللي احنا بنحكي انجليز اوكي اوكي والهيب هاب وفلام طبعا يعني كل الانترتيمنت اللي اجا من السو هداك وواضح توبا كان عنصر كتير مهم كلون هيب هاب لانه في تنوع هائل في إيست كوست وويست كوست كذا كنتم ايالين لون سايد او الان كنتم بتسمعوا كل شي هيب هاب تعال اقول لما كنت عمل جرافيتي في فلسطين كنتم عباية بالويست كوست كنت رايح اعمل ويست كوست و كنت عمل جرافيتي في اوكيب تنباك يعني لما كان امبوش من شرطة اسرائيلية و انا هارب منهم و جيش كنت هارب منهم عشان كنت عمل جرافيتي لواست كوست اوكي اوكي ها لأواصغير كلنا اروح اعمل و احروب بس بالاخر ربلا ما واحد يكبر بيصير يتعلم من كل فنان ايش احسن شي في كل فنان يعني اذا بتطلع على است كوست كان الووتن كان البلاك ستار Q-tip Q-tip And Trump Call Quest بالآخر المدرسة Notorious B.I.G بالآخر يعني من أحسن Storytellers من أحسن القفيات من أحسن الاتتود اللي كان يعملها He's top five بالآخر أنتو أكتر من Pioneers يعني أنا فكرت أنه والله بلشته بعد بس That's super impressive أنه من أواخر التسعين That's really really impressive وكما سيرة لدام وين قدرتو تتوسعه أو تعملوا انتشار لنحكي قبل ما تكون تقصص MySpace ولما يصار في سوشيو ميديا أو منصات واصل بالأول كنا ننزل بالشارع نروح لدى كاكين اللي بيبيعوا فيها سيديز ونلاقي سيديز وداك وكان متذكر حتى الألبوم الأول ألبوم شفته بالدكان اللي مش إحنا طبعين وما نحن شفت فيه بوت لك يعني سوبر بوت لك تير مع رقم تلفون تامر مش عارف كيف بلاقوا بس على أل عملوها أعطوا رقم تلفونه مع الصورة وبعدها تسمع مثلا أغنية للدام تعال نقول راتاتات أو من إرهابي بعدين بتسمع دكتور ألبان وقتها كان It's my life It's my life نطلع بعض هاي أغنيتنا نحن نسلم Where the royalties فالبوت لك كانت It's best لأنه كان هيك مشلفة نحن نتحدث ميكستاب أول ميكستاب بفور ميكستاب وراتات هاي كلا الوحيد استغرب لأنه هادالثالسيديز كانت من تشرب كل محله بعدين نحن بنروح الناصرة لأول عرض لأول ناصرة في فلسطين بالشمال وبكون ألفين بنائها بجنة و كلماتنا وهم من هذول ليش يعرفونا يعني إحنا ببلد اللي ما فيها ولا اي شيء انترتينمنت ولا استوديو ولا فيه ما فيه شيء بالبلد وشو برأيك العامل غير الاثنتيسري او الصدق الموجود بالشيء اللي كنتم بتعبير له شو برأيك اهم عامل لتوصيله للاشخاص اللي فعليا ما المفروض يعرفوا عنكن خالي ولا مرة كان عن جد شارع فلسطيني بطريقة زي هاي كان يعني كتير محاضرات الناس تطلع يحكوا على القضية يحكوا على ايش بيصير في البلد يحكوا على الوضع وكتير دكس وتحليلات واحنا جينا بس عرب ستال لد داوي ستال زي ما احنا بنقول الاخر لد اللي فيه مش احنا جينا نحكي ايش احنا حسين نجعين نسوي ايش ما بدنا نسوي احنا جينا نعمل ونقدم بدون حتة استراتيجية او بدون تفكير الاشي كان جاي من القلب وبيطلع وبيطلع بدون ما يتفلتر اذا بتروح لفرساتي وقتها القديمة كان كلو دي امكس كنت كتير اصرخ او كنت ميلودي شوية واحد من التنين والاشي ما كان انه اه هذا الفكرة لدن سوي لا هذا كان مية بالمية ايش حسين بدون ما نعرف تقنيا كيف لازم ايش ينبنى كيف لازم ينكتب عملته اخترعته تقريبا سمعته او تأثرته بلون معين ترجمته وطلعته بشيء خاص فيكم بالاول برضو كان عاطل انه بالاول كان بدك تبلش طبخة بالزبط بالاول ما كان لسه جاهز اخذ له شوية وقت كاشي اللي بقدر الواحد يسمعه الان اللي بيفاجئني انه الواضح الاربك هب 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 سين قطع شوط كتير كبير بس للأسف لسه كمان حسب المكان في عالم هلأ عم تبلش لسه تا ببداية الهب هب هب اعرفت كيف يعني بحس يعني براتي اللي بيشتغل الهب هب 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 بالعربي ما عندهم فهم او فقه للشو هب 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 اعرفت كيف فهي حالة طبيعية انه الواحد يمر بي اوكي بتبلش قبل ما تصير تتفنن بال دبل رايمز تماما هو القصص اي اي وفعليا دام كانت منصة بالنسبة لك انت شو عملت بعد بعد دام كمرحب انا بفترة الدام كنت من النوع اللي وانا بالستوديو كنت اصور بالتسجيل وانا بالستوديو كنت اعمل اعلم حال يعني انت العنصر البصري للفرقة فينا نقول بالاضافة بالاضافة كتير من الفيديوهات اخرجتها انا او صورتها انا وانيميشن ولم كنا نعمل جولات عروض كان فيه انيميشن ورا انا كنت اعمل انيميشن وعلمت حالي انيميشن عشان يعني كل شي كل شي الحاجة اعمل اختراع الحاجة كانت حاجة اعمل اختراع يعني حاجة لما كنت اقول لك قبل شوية انه الناس الايام هاي بتحرب تطلع اتحرب الالغريثما وتطلع على منصة احنا حاجة اعمل نبني منصة شاكوش ومصمير او نجيب شحنتين نحطهم فوق بعض ونحكي مع اصحاب يحطوا سماعات ونحط سماعات ونطلع فكنا نبني منصة مش نحرب انه نطلع هذا الفريق ونفس الوقت كنا لازم نتعلم كل شي تاني ان كان ماركتينج الترويج انه ايش هذا ايش الموقع هذا استنى شوية فيه شي اسمه فيسبوك كيف بفيدنا الفيسبوك ايش هذا من هذا ايش هذا ويوتيوب هواو الاول يوتيوب كان لازميات تخيير الله بلا instructed لان عارفت كنا نحرك انا دخلت بالانميشن و اكتر دخلت فيه كنت كتير أحب أعمل إشي اللي فيه لدرجة وصلت لوضع أني أنسى أكتب بطريقة إلى الستوديو دي أسجل وأكتب الليريكس وأنا بالستوديو أو أفوت أسجل وأكتب بنفس الوقت فبلش من ناحية معادلة ببلش عندي أنه أنا أكون على منصة وأغني البرسنت بلش ينزل والبرسنت طبعي أني أكون من وراء الكواليس وأكتر أشتر صار أكتر يطلع عندي وما كان عندي الإيغو طبعا أنه لا أنا لازم أكون على منصة أنا بدي الكل يشوفني وواضح وانت قطعت يعني من البداية يعني عرفان البناسبك بحس أو لقيت الشيء يلي بيشبهك أكتر وعشت حالة أنك تكون على الستيج وعشت حالة أنك تخلق العنصر البصري فواضح أنت عن قناعة وليس عن هلأ هي إطرارة يمكن بلشت معك إطرارية بس بعدين صارت قناعة أنه حسيت حالك أنه هون هم تفيد الحالكة كل أكتر من أنه لو أنك 100% برده إذا بتطلع على أنا كيف فكرت الإشي استراتيجيا طلعت على الاندستري وكثير من الناس شفتهم جايين بالبدلات ومن البيزنس ميتاليتي أو من الكوربريت طلعت ما في صوت شارع من وراء الكوليس أو كأكزيكيتف عندنا بالصحة العربية فكنت حابب أنه التجربة اللي أنا كنت اللي مرأتها من فنان لكونتنت لبعدين أوخر فت تعالى سباطفاي دي اس بي كل هذه الشغلات أنه أخذ الإشي لأشياء التانية اللي هي برضو أوكي كيف أنا بادر أكون كبني آدم اللي مرأة بكل نزول كل الوعات تبعت الفنانة وقعتها فكيف بقدر أنا أجهل قبل أيام هاي أحط أسكر الجوار هاي اللي الفنان قد ما بقدر ما يوعد تعبعتش فراغات صح وهي شوي صعب لأن المرحلة اللي طلعت فيها كان لسه في physical sales يعني المبيعات كان كتير تلعب دور وهلأ صرنا بعهد كله معتمد تقريبا عن streams أو reviews كيف قدرت أو فينا نقول كانت smooth transition بين أنه يكون physical sales يعني قبل كانوا إذا بننقيس قديش الفنان أو الفرقة ناشها بناء على المبيعات المبيعات صارت مشاهدات و إذا بنحكي نسبة وتناسب it's not a one to one عانيت أو تعذبت لدرت تتولي في توليفة okay I need to shut off this brain and turn on this brain it's obviously a new business model أنا عانيت أكتر من أني كنت أصرخ إنه sales مش راح يمشي فمع يعني حتى الصحاب أو أنا دائم من نوع اللي كل شي جديد بيجي بدي أكون فيه ضغري فقبل ما CDز يموت وأنا كنت أصرخ تعالوا فيه إشي اسمه USB وفيه إشي اسمه USB وهذا تعالوا نشتري الحوط كل الأغاني ونصير نبيعها أنا كنت دائمًا بدي أصبه بحب هذا العالم بحب هذا العالم سراحة بحبه يعني عندي حب كبير لعالم التك وعالم الموسيقى ودائمًا بحب أستغل التك عشان أدفش الموسيقى ومش العكس لأنه إذا بتطلع بلاتفورمز بيستغلوا الموسيقى عشان يدفشوا الـ طول تعهم أنا العكس أنا كيف بقدر استغلها التكنولوجي هاي عشان أدفش الثقافة وأدفش الموسيقى فدائمًا كنت بهيك مش النوع ستراتيجي نكون مرة الإشي بس هيك طبيعي فحتى لما كانت الوقعة تبعت الـ CDز أنا كنت مع السلامة كنت ممسدق لأنه كنت كرهان لما تشح تدقر لما تعرف تحط تركب تحمل الشناتي ما حبيت يعني أنا كنت ممسدق يوصل هذا الوضع ونت ملحق عهد الكاسيتات شفت الكاسيتات كيف تحولت للـ CD وCD تحول أنا منجي للألم على الكاسيت تعرف هذه القصة كنت هناك ما كنت بدي أرجع لها هناك وبرضو ما تتنسى هذا من عالم العالم فيديو كنت برضو من اللي بيصوروا على الكاسيتات يعني أنا أول فيلم منتجته منتجته على على تيب كان تيب هنا تيب هنا والتيب الثالث اللي تسجل عليه وجوه وبالنصب بينعتهم كان زي ميكسر باكم تلازم تقص وسبليسين وإددين وهلأ مع الأفكت تتعرضوا الأفكت الـ الأفكت نفعت عمالها لأ بلاديت لك الوايب الوايب مع مع هذا اليوم قدي ساعدك العنصر البصري بالموسيقى لأنه هنا عالمين في عالم تحسون مختلفين بس كتير بيشبهوا ببعض بكتير أصص يقدر تمزجهم سواء أنت يعني معرفتك وخبرتك بالعنصر البصري مع الموسيقى الصراحة السؤال كتير حلو لأنه أنا ما بشوف فرق بين التنين كبير لأنه التنين يمشون بعض إيدي بإيد خصوصا بالفترة اللي إحنا فيها اللي فيه ما بنفع مش ما بنفع بس مفضل إنه إذا أنت موسيقي خصوصا بأيام اللي فيش فيها إحنا بأيام اللي فيش أحلام إنها أنك تكون independent خصوصا إنك فنان بوضع اللي فيه كل البلاتفورمز عمالهم يعطوك أدوات اللي فيها تقدر تكون مستقل مية بالمية وتمشي لحالك وتعمل بس بدك بدك دعم معين من وراء بدك كتير معين بدك الناس اللي تمشي معهم صحي بهذا بهذا الزمن يعني فيش أحلام إنك أنت تمسك هالفيديو وتصور وأنا من الناس اللي بحب الإشي كتير أدمج الفيديو مع الموسيقى يعني إحنا هلا في دباي إحنا هلا مع مارو مارو معنا واحد من الفنانين اللي باشتول معهم يمكن كل عشر دقيق ربع ساعة راح تشوفني بصوره في محل أو فيديو إذا بنوخد سيارة من محل محل فيه فيديو كلب بالسيارة بدك توثق كل شي عم بيصير بدك دائما نكلم حبة أكتر مرة وقعت عن جد عن جد حسيت إنه قديش الإشي لازم يرتبط كان فترة فيلم اسمه سلينج شات هب 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 سلينج شات هب 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 هو فيلم على كيف الرب العربي بلش بيوثق أول عرض بغزة فلسطين بيوثق أول فيه هناك فيديو بالفيلم هذا لأول مرة تامر بيكون بالستوديو أنا كنت أصوره فكان عندي الفوتج كله مع الVHS دولة باناسونيك 3000 أو بسر إش كان اسمها هيك إش كبير فأنا كنت أصور كتير المخرجة جابت كاميرات أعطتني الكاميرا إني أصور مخرجة اسمها جاكلين ريمس سلوم اليوم هي ماراتي أو أنا جوزة أو الدنين فهي المخرجة تبعة الفيلم فهيك تعرفنا عبعد فهناك في الفيلم بتحس الأهمية تبعة الفيجولز والآديو والعلاقة المرتبطة مع بعض من سبارفاي فينا نقول بعدين فورا رحت على أمبير أو كان في شيء إنبتوين قبل سبارفاي كنت في كومبلكس نتورك وقتها سنابتشا دسكوفر تشانل بالزبط بلش شيء كان قبل الإنستغرام ستوريز فاشتغلت في كومبلكس إنه أبني كومبلكس كنت نقل على نيويورك بهذا الفضل ب2013 ونقلت على نيويورك وبلشت أشتغل مع كومبلكس نتورك بعدين ب2016 بلش لسنابشا دسكوفر وعملت بنيت التيم لكومبلكس نتورك اللي يعملوا الانيميشن والديزاين تبعت الكل اللي هي عبارة عن ثقافة فاشن وموسيقى ومع بعض كان إشي كتير العالم صبت هذا كان عن جد إشي اللي هو دمج الموسيقى والفيجولز فعليا أنت قدرت توظف كل الشغلات اللي صار عندك خبرة منيحة في هذا المحاب فهذا كان شي اللي هو كتير علمني من ناحية 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 لأنه باليوم كان هناك لازم رحضي طلع 15 فيديو مرت 30 فيديو حتى فكيف بنيت سيستم كامل جو التيم هذا اللي يكون سرعة ببعت بحقيك أنا اللي كان الناس طلع مرات 60 فيديو باليوم من كيف السيستم بدي سؤال عنات لما فينا نقول تطلع نيويورك كانت أول طلع لإلك من المنطقة ولا كنت لما عند دام كنا نطلع كتير عروض أول جولة عروض لدام كانت بأيروبا 2003 ومن وقتها كل سنة كان جولة عروض أميركا كنا نطلع مرتين بالسنة وكل مرة كنا نطلع لشهر 30 يوم تقريبا كل مرة 28 عرض بس أصدق كوربرت فينا نقول أنه لما رحت لنيويورك كانت أول مرة بتطلع هون استقريت بأميركا كانت أول هجرة طبعا سعب بالآخر الأشي أنا مولود وعايشت الحياتي ببلد اللي اسمها الليد بفلسطين الصحاب اليوم صحابهم نفس البن أدمين اللي كنت معهم بالروضة والناس اللي ربيط معهم العيلة طبعا كل شي الدام فيه ألبوم آخر ألبوم مش اللي تطلع بس ألبوم هدا مش هدا بين حنى ومان على الدام فيه هناك أغنية اسمها بروكلد وبروكلد إذا بتسمع الأغنية هاي اسمي مش مكتوب عليها بس هاي أغنية أنا هناك بحكي بروكلد لش بروكلد عشان طلعت من لبروكلد بروكلد أين كنت بروكلد قريب على بروسبيك بارك أنا كنت بي بيريج ساكنتي بيريج نقلت من عالم عربي لعالم عربي يعني بيريج كل البقالية تماما بالضبط بيريج هو ما بتروح إذا جوعانو بتدك أكل عربي هناك المحل أو بيزدك عيل كل هناك صح فوقتها عم نحكي عن بيهمنا أعرف أنه النقلة النقلة أنه كيف نوضح يعني على المستوى العربي لساتنا عم نقرب بس لسه ما في آلية ما أنا مركبي بطريقة structured enough يعني لسه لساتنا قيد عم نقرب بس بتحس obviously بالغرب قاطعين شوط كتير كبير فالسؤال أنه يعني بعثيه كان عندك منتور أو منتور أو حدا لتشوو لتشوو المحل مثلا نعم بطريقة بطريقة ماذا تشوو شيء تشوو تشوو وماذا تشوو ارتمي بالمي الغميئة وباللاش يسبح يا ولاد هيك كان الوضع بس أنا بحب أسمع كتير يعني أنا بتشوفني حتى زباع بتشوفني بس من نوع بحب أدرس كل شي حولي سبونج يعني بحبي كتير أتعلم اليوم يعني إيش ما يكون مين ما يكون بأي مرحلة بقدر أقعد معك قولك مين أنت إيش بتعمل قولي فهذا اللي كنت أسوي كله كان مدرسة حولي هم تستقطب كل شي فالي بالزبط خصوصا بفترة اللي فيها لما نقلت بالأولة أمريكا في فترة الجرين كارد اللي هي كانت فترة كتير طويلة وصعبة اللي بحكي عليها برضو ببروكلد ببروكلد هناك بلقوني بحكي إنه إنه كاراتين في كل منطقة بين كل بيت حط كل الصور عجنب هادي آخر مرة رح تسمعوني تصدقى جيد باي بس في لازمة لازمة وباقي كله سبوكين وورد اللي فيه بحكي يلا مع السلامة اللي خمس سنين هادي برضو كتبتها بعد ما صرت خمس سنين فببلش أحكي على الصعوبة كيف الواحد ينقل من إن كنت عند الزعتر هلا أنا عند الدوناد كنت كنت عند كنت عند كنت تحت البيبي هلا أنا تحت الدوناد فكله فكله اللعب كلمات من ناحية هاي ومن ناحية الترانزيشن وبحكي على الصعوبة وبحكي إنه هلا ولا واحد رح يعرف من أنا يعني لأنه كنت عندما ترك المنصة من سفر ونيويورك يعني بالآخر لما الناس تقول لك إذا كنت نيويورك مش مزح نيويورك طاحوني حرفيا مش مزح لا مش مزح الواحد قد ما بتفكر حالك إنك إنت جامد أو إنت بني عدم اللي بعرف يعمل إيش ما بتعمل وإنت أحسن واحد من وين ما إنت لما توصل هنا مشان هيك عم بسألك إنه واضح في في نقلي نوعية صارت إنت عم بتبلش من الصفر يمكن بأصعب مكان مثل ما قلت إذا بدك تنجح بنيويورك يعني good luck بالظبع good luck نيويوركي هاي مرحبة هاي مرحبة هيك بيبلش الوضع طبعا كان سعبا راح أدينقل من من محل اللي فيه إنت عالمنصة تقريبا كل ليلة بتعرف كل بني أدم ناس قدامك بتغني معاك وبترحب فيك ومحبوب وكذا الظبط لمحل اللي فيه إنت إيش بيصيره وبلاك تثبت موجودية الظبط لسه يعني طلع الإنجليزي تاعتي برضه ما كانتش مية بالمية بالآخر برضه بدك تفلفل الإنجليزي بدك تفلفل كل شي بتعمله تعال نقول كان فترة صعبة تبعت الجرين كار برضه إنه بمفحش تشتغل بالأول برضه بس أنا استغلت هذا الإشي لأنه صح زي ما قلت أنا قبل إنه فيه كل العيلة وفيه كل الصحاب بس هذا نفس الوقت كان إشي اللي كان يأخذ كتير وقت من حياتي وهذه كانت أغل مرة اللي فيها أنا كنت طبعا إما عمرتي وقلتها اللي تعموا لو إنه بدونهم لو أكيد وقعت على أبوزي بس كان عندي الداعم عقلتها بس برضه بنفس الوقت كان عندي أخيرا مرحلة بحياتي لأول مرة أنا الحالي اللي فيها بقدر فوكس وبنستراتيجية حياتي تحلول فكنت قاعد بلش أرصه من وراء عملت لسط تبعت بني أدمين اللي حلمي أشتغل معهم عدت هيك قلت هذا بدي أعمله هذا البني أدم أشتغل معه هذا البني أدم أشتغل معه هذا يوم من الأيام رح يطلب مني أشتغل معه هيك بنيت لستة كاملة تبعت vision board فيجين board الآخر اللي اليوم أنا عايشه كل شيء مكتوب كتبت وقتها مرد أصر كل شيء كتبت وقتها حتى البناء أدمين اللي أسميهم كتبتها هناك غازي الشامي كان باللست غازي هو الفاوندر طبع أنا كتبت اسمه أنه يوم الأيام ورح يطلب مني أشتغل معه أو أنا أشتغل ورح يصير إشيء literally هيك وما لا ناس producers اللي حلمي كنت أعود معهم أسمع منهم أو أكون بالستوديو معهم هدول الناس اللي هلأ بيشتغلوا بيشتغل مع بعض هدول الناس نعمي نعمي يعني I can't tell you how proud that makes me عن جد لأن you're patient zero يعني حرفيا أو بنعدلوا على الأصابع فينا نقول الأشخاص يلي طلعوا من لا شي وليس قليلا بالشيء اللي عملتوا أنتوا عملتوا شيء كتير هائل بس بإمكانيات كتير محدودة مشان هيك أنا أقول من لا شيء أنه started from the bottom نوع نعم 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 اللي فيه عملت شغلات تانية برضه بالعالم الفيجوال كان مع موسيقى دمج وهو كان أكتر مشاريع وفيديوهات معينة من وراء الكوليس اللي ورحة بيعرفين أقولي حتى اسمه مش عليها بس هي كان أشياء اللي أكتر لدفش الدياسبورا وال وال كيف إحنا منظرنا كعرب بالشاشات الغربية وكيف نقدر نبني استراتيجية نغيرها كانت نص سنة اللي هي بناية استراتيجية مع شي مؤسسة اللي فيها هال الـ هال 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 لازم نغيره واشتالت مع التيم اللي هو كتير كتير قوي اللي نشتال على هذا الموضوع اللي فيه توعيت مين إحنا فهذا كان نص سنة شغل اللي هي صوله عجنب بالهدوء انت فعليا كنت مسؤول عن إطلاق سبارفاي بالمنطقة العربية كنت جزء من التيم أنا كنت جزء من التيم اللي هو جلوبل أكتر أنا كنت أشتل من الورد تريد سنتر طبعا نيويورك المكتب كان هناك وأنا كنت جزء من التيم اللي هي جلوبل تيم اللي هي أمريكا بنفس الوقت الشغل كان مع اللاتينو تيم البني أدماء اللي أسست اللاتين ديبارتمن تبعت سبارفاي هي البني أدماء اللي جبتني على سبارفاي فاللاتين تيم أفرو تيم ديسي تيم بس اشتغلت كتير مع كل الدبارتمنت عالميا ففيه يعني حتى دراسات الكيباب الأولينية كيف الكيباب بلش قبل ما نعرف الكيباب من التمانينات دراسة الكيباب مثلا من سنة التمانينات لليوم الأفرو كيف تطور لليوم لش وصلنا لهذا الوضع وكان الفوكس تاعي كان اللي هو جلوبل أرب هاب إذا أنت هلا موجود بإندونيجيا ماليجيا برازيل أميركا وينما أنت بالعالم إذا بتفتح البلاتفورم سبارفاي بتشوف في هناك إشي اسمه أرب هاب فهذا كان الفوكس تابعي مية بالمية حلو وبعدين أول شي بدأت هيك وبعدين أجر لانش طبعا لعالم العربي وسعدت التيم اللي موجودين هون في دواي اتنعمل اللانش وشتغلت معهم قريب معهم من ناحية بلايليست سبارفاي يعني كتير مكان بحس بناسب الخبرة اللي أنت كان عندك ياهو قدران تقدمه وفعليا عملت نقلة نوعية للسبارفاي وفعليا لكل الدياسبيز اللي إجوا بعد سبارفاي بما يخص بتعريب أو الوصول إلى ميرل إيس ونورث أفريقا كيف كانت الخطوة اللي بعد اللي أخديتك على أمباير كان لي الفيجن هذا قبل ما أدخل سبارفاي صراح لما دخلت سبارفاي هذا كان لسا الفيجن أنا يوم الأيام بدأ أكون الشيء الثاني خليني هنا بس أفهم إيش دأسوي بعدين مش أنا بدأ أكون هون هاي كان الفيجن من الأول كنت حابب وإنت موجود برضه خصوصا إذا بتشتغل بالديجيطال ستريم بلاتفورم دي اس بي إذا بتشتغل إنت بدي اس بي بتشوف القابس بطريقة تانية من وجهة نظر تانية بتشوف كل الشغلات الناقص اللي أقلنا كإندستري بالعالم العربي بس برضه للعرب الموجودين برية العالم العربي وبرضه للناس اللي هم فنانين غلوبال اللي بدهم يشتغلوا على العالم العربي ففي بوميرانج معين هون اللي لسا لليوم مش مشبوك مية بالمية ولسا في كتير شغل الواحد يعمل بس أنا موجود حسيت أنه بنت زي منصات وستراتيجيات على الديجيطال بس لسا والديجيطال حسيته مرات الديجيطال حسيته متقدم أكتر مما إيش ما لازم يكون أو جاي بطريقة اللي هي منيحة بس مش كفاية فحسيت أنه إذا بطلع لأشياء التانية بقدر أعمل أشياء اللي تعلمت تول حياتي مع الفنانين ومش من وجهة نظر ديس بي بس من وجهة نظر فنان وحسيت أنه طلع بالآخر هذا إشي عندي هيك أنا بني أذن كما بتشوف بتفوت على متاحف بلندن بتشوف أشياء من مصر محبتش أنه مصقتنا تصير هيك محبتش أنه شفت نفسهم هدولة اللي بيبنوا متاحف مع آثاراتنا هلأ جايين يختموا فنانين اللي ياخدوا كل الكاتقولات كتقل كتالوغات هو دي كتالوغز ياخدوا كل الكاتالوغز ما شفت العقود تعرف لأنه كل واحد فنانين بتصلوا بيسألوا اشهاد اشهاد احتكاري ومعنى كثير منصفي للفنانين بالضبط فأولت فأنا هلأ عمالي هنا بدي اس بي بدفش فنان بس بالآخر بس بدفش اسم الفنان مش بس وليس مصلحة وليس مصلحة الفنان بضرورة حسيت أنه قبل ما يجوا يجي الرجل الأبيض اللي تعني نسمي الاستعلاقي اللي موجودة قبل ما هم يجوا بينما أنهم صار رجعيين اللي هم أكتر كانوا هون يخذوا الكاتالوجز أو يخذوا الفنانين ويروح الإشي لطرق أو لمتاحف كون مرة تشبيه تشبيه كثير مكان قالت لا أنا بدي أطلع بدي أجرب هم اللي هو يكون مية بالمية مستقل مية بالمية إنه الفنان هو الرابح وإذا إحنا عسفينا فنان هو الكابتن إحنا كلنا نجدف مع الفنان أكيد أكيد فهذه الفكرة هي الفكرة أنه الموضوع أنه ماهنك ضد الربح الشركة بالأخير بس أخي فيك تعملها بطريقة منصفة وفيك تكون استغلالة الفكرة أنك خاصة أهم عنصر بهذا الموضوع أنه أنت بلشت كفنان فتعرف معاناة الفنان والمصاعب اللي بيمروا فيه وكلها الأساس فإجت كتير حلوة هذا كان الهدف الصراحة وفعليا يطبق حاليا إذا عم تعملوا شيء كتير حلو وعم تعرف وتنقل الفنانين صح وعم تشتغلوا عن موضوع يعني ما نكون مجرد أنه وقعوا معنا وخالصة أنت كتير فايتين بتفاصيل مسيرة الفنان إن كان كمانجمنت استراتيجيا تعقيب على المنطقة أنه في عنا ضعف بالستراتيجي بشكل عام فهي شغلة كتير نحتاجها هون بالمنطقة لنقدر نتوسع وفعليا في كتير شركات حاليا عم بيحاولوا يطبقوا اللاتين مارو يعني اللي صار اللاتين بأمريكا فعليا بدو ييجي يوم بدو يصير في موجة عربية أو مزيج فأنتي سباق بهالقصة والشغلة كتير كتير مهمة في قصة اللاتين هذا هذا بيد بودكاست كامل أكيد لا بس حبيتنا بس طبعا فهذا الإحساس اللي حبيت على قصة إنه بالنقق الفنانين في مش بالزابط النقق أول شي إحنا فالفنانين بنققونا وإحنا بنقق هم لازم تتعاون أكيد وفي الإشي بيمشي بطرق تانية وهذا السبب اللي برضو هذا السبب وحد من الأسباب اللي برضو قررت لاش إنه إذا بدأ عمل أي شي اللي راح يكون مع شركة اللي هي زي إمباير لأنه أنا شفت لما تشتغل بDSP بتشوف كل الباردنز أو كل اللي بيجوا على الDSP بتشوفهم كيف يحكوا مع الفنانين أو بتشوف الفنانين كيف يتعاونوا وبتشوف بعدين لما يروحوا أو يطلعوا بتشوف إش الفنانين بيحكوا الفنانين بيجوا لأنه كانوا يشكوا كتير فأنا شفت كل الشكاوي بس ما سمعت هذا الشكاوي على إمباير ما شفت العقود اللي هي بالمرة مش مني حال من إمباير بنفس الوقت إمباير 100% independent الفاوندر طبعا إمباير هذا من اللي أسس إمباير هو برضو عربي لما بتطلع على التيم برضو اللي وراء الكواليس التيم تبع إمباير كتير مهم لو أحد يعرف إنه إنت بتفوت على مكتب بتفوتش على مكتب اللي هو كون مرة مكتب الرجل الأبيض ما بتفوت على مكتب اللي هو منك وفيك منك وفيك بس بنفس الوقت يعني إذا بتطلع يعني اليوم الشركات الكبيرة اللي بيشوفها كلهم بيعملوا إيش بولو diversity inclusion تنويع إيه إنه لازم تكون تعادل ويبصر شيء هذا المحل بلش من البزرة لما غازي بلشهم بلش من الأول 50-50 من ناحية جندر ناحية نساء قداش في نساء قداش في رجاء من الأول كان هيك إذا بتطلع يعني كتير مرات من الشركات حذا الشركات الثانية تعالي نقول بيكون شيء واحد مالوش خاص جاي من شيء محل تاني إنه في شوية يعني هي مبنية على الشيء هلأ عم بيصير بالشركات الثانية لأنه صار وقتها بس هذا دائما كان هذا كان برضا إشيء كتير مهم وكيف تعرفتوا أبعض كيف تم واضح بالفجن بورد كيف صار أو كيف صار الكيميا بيناتكم أنه صار في تعاون أتخيل لما دخلت هو بعت لي رسالة قال لي مبروك هذا كان يوم حفلة وبعدين كان كنت بالجرامي بارتي كنت بالجراميز وشفت غازي هناك ويجيت له بقول له مرحبا كيف فاك أنا صار بعمل لي بولك كيف فاك بعمل له تطلع تريك تحكي عربي بعمل لي بولك أنا من اللد بعمل له شيء أنا من عندك من البلد بعمل له إيش تحكي أنت منعك منعك عرفان ما كنت عارف كل عيلته هم ناس اللي ربيت معهم كله لا ما عرفت فكرت تعرف هالقصة لأ أنا عارف أنه عربي كتير محلات بالشركات كانوا يقولوا لا هو إيراني كتير أي فيه تشباه بالله بعمل له بعدين عرفت أنه فلسطيني بس ما عرفت أنه أم عرفت أنه كل عيلته صحابي ما عرفت أنه لما قبلت حتى لعيلته أمه كانت يتقول أه عمتك أنا كنت بورسة عمك أنا كنت بطل ما عرفت أنه قدش العالم صغير ما كنت عارف وهون بلش الحكي وبعدها بسنتين بلشنا بسنتين طيب سؤال أنتو لما تقرر واضح في يعني 50-50 الفنانين بيتواصلوا معكم أو العكس فيه معينة أنتو بدوروا عليها بالفنان لازم يكون قاطع شوط معين لحتى يعلي على الرادار تبعكم ولا هذا كمان سوبة بلش ضمت لإمباير سؤال حلو لأنو في لما تكون أنت تعالوا نقول لابل مع في الدان اللي هي مش حيادية يعني يعني أنا يمكن أحب متل وأزواء 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 موسيقك مش منيحة بس بقولش أنه موسيقك مش منيحة بقول أنه أنا مخي مش منيحة فأنا كنت حابب أدخل بمحل اللي فيه مريح لأنه مريح إنه كل واحد يأخذ تكنولوجي معينة ويروح يمشي فيها ويقدم حاله يعني إذا بدي أرجع طعا نقول لأيام الأولى تبعوات الدام من الأول بقول لك ارمي على زبالي ما تختمش هذيك الأغاني بس بعدين بعدها باكم من سنة الإشي صار إشي منيح بعد ما قطعوا شوط منيح وصار بصمتن موجودة وطلط وشوكفوف زمان سمي الإبساد إنت شوهي النفار فسمنا الاستراتيجية بإمباير بلاكة من مراحل فيه في الديستروبيوشن في الديستروب بلاس في الديلز وفي الأكتر الريكورد ليبل ديدز وما في ولا عقد اللي هو نفس الإشي وحتى إذا نفس الإشي ما في استراتيجية نفس الشي كل فنان ومفصل تفصيل حسب الحالي حرفيا بالضبط يعني بالآخر كل فنان عنده جزيرة اللي بإحلام يوصلها إذا هو الكابتن إحنا وراء بنا نجدف بالطريقة الصح للجزيرة اللي هو دو يوصلها كيف بنا نعمل هذا الإشي بتتعلق بالموسيقى وبالفجن طبعة الفنان ف أنت قولت أنهم بنقلي فنانين حسب رأيي أنا من نحيتي يعني أنت هي عم تنققوا بعض بس أصدي فيه من ناحيتي من ناحية التوزيع الديجيتالي أنا من ناحيتي هذا السيستم يعني بيت بيتكم سيستمنا سيستمتكم خدوا ابني وروحوا وامشيت تمام لأنه بالآخر يمكن أنا ما حبش موسيقك أنت ما تحبش موسيقك بس بتآمن أنه كل صوت إلو دان وإذا كل صوت إلو دان إحنا لازم نكون مسؤولين أنه نعطي المنصو نعطي الانفرستركشور لهذا الصوت ليوصل لهذا الدان وبعدين كيف الإشي يمشي هذا بيتعلق فبلش من هناك بعدين إذا هذا الصوت اللي طلع صار له كتير دينين فالإشي بنقل له ديسترو بلاس أوكي يعني يعني سلهم فعليا أنه نحنا عم نرحب تقريبا بكل شي أي أحد بيشترك بذا أرحب بالكل تعالي ولما يقطعوا شوط معين هون بيصير في شغلات إضافية ممكن تساعدون فيها وبتصير علاقة بتتعمق أكتر ومصلحة متبادلة بتعلق بالستراتيجية بتعلق بالعلاقات برضو بتعلق إش الفنان حاسش إش إحنا عزتين وكتير برضو مهم إنه فيكون فريق حوالي الفنان لنفس الوقت لأنه مرات بيكون عندك فنان لحاله كتير منيه بس ما في عنده فريق اللي يدعمه صح طب بيصير يتشتت الفنان بكتير محلات بكتير مهم إنه إذا فيه هك فنان نجرب نجيب تيم اللي يساعده أو عندي سؤال يمكن بيستحق حلقة لحالة اللي هو إلو علاقة ب كان في موجة فنانين من أصل العربية راحوا على أمريكا أو كندا أو كذا وما كان في تقبل لللمسة العربية مثلا تيمبلين اللي عملوا بيك بمبن كان صعب يعملوا حدا من أصل عربي إذا بتذكر بهديك الأيام هلأ مثلا عندك دي جي كاليد عندك رد وان يعني يعني في أسامي كتير هلأ ما بديه علق مش هلأ حد يقول بس أنه واضح مثلا إذا بنقول على كارل وولف أو مساري أو كان في كذا محاولات كان لسه بكير لأنه ما كان في دياسبر ما كان في بس اللي عم لاحظوا أنه هلأ مع الانترنت والسوشيال ميديا صارت في نقلي مثلا عم نحكي عن مارا بيغنى بالإنجليزي هلأ بدي يغنى بالعربي أنت كيف بتشوف المغنى يلي أصله عربي مع أنه يبلش فورا أجنبه ولا بتفضل أنه مثلا يبني قاعدة عربي قبل ما يتوسع يعني فيش قانون هذا القانون هون ما يكونش قانون بذا أنه يكون إش أنت حاسس مريح يعني إذا أنت بني هذا المريح أنك تقعده بس تعطي كل من قلبك يعني تطلع بالانجليزي روسي فرنسي عربي إيش ما يكون بلش هناك وبعدين شوي شوي يجرب كمان إش مهم إنه آه ببلش بإيش مريح بس ما تضلقاش هيقعد وإنما تم ارتاح بدك تم متطور بالظبط أنا عم بحكي السؤال لأنه المعايير تغيرت كان في فترة جانرز يعني إذا عم تشتغل ما فيك تشتغل فهلأ هذا كله يعني سهولة الوصول عقد ما سهل عقد ما صارت صعبة لأنه كترة المنصر تقريبا ميما كان بيقدر يغني قبل إذا ما معك مصار اللي تدفع استوديو تدفع كذا ما كان فيك فهلأ مع توفر وما شابه من منصات صار تقريبا كل حدا إليه صوت وبيقدر يبني جمهور فهي ساعدت فتغيرت المعايير كان بس بيهمني أعرف وجهة نظرك عن إنه قتلك في عالم فينه نقول يمكن التوقيت ما كتير خدمة كيف وهلأ صار يعني open season تقريبا for everybody خير بلش وين ممريح بلش يشتر بلش يعمل ومرات الناس بتطلع على الديتا أو الألغريثم كعدو وأنا بشوف إنه هذا أكتر صاحب ليلك لازم تكون دائماً تطلع على الديتا دائماً تطلع إشه الألغريثم بعطيك لأنه في سبب لش هذا الألغريثم أجل عندك أفحص أدرس وبلش بلش تطلع وقدفش بمحلات ثانية هلأ صح إنه أصعب هلأ إنك تبرز لأنه يمكن أنت نقطة في بحر البحر كبر بالضبط زمان يعني إذا بتطلع على فترة الاستوانات أنت كنت نقطة في بركة هلأ أنت نقطة في بحر بس بنفس الوقت إذا بتحكي على فترة الاستوانات برضا الاستوانات شوي خربت الموسيقى أكيد لأنه كان في تسجيلات راديو ووقت تسجيلات الراديو كان يطلع ثلاثين أربعين عازف بالراديو ويغني بعدين أجل الاستوانات بالأول ما كانوا يقدروا إنه يسجلوا كثير فنزل من 200 عازف ل خمس عازفين دائما في تغيير يعني بالآخر كلنا تعلمنا آخر كم إنسان خصوصا بفترة الكورونا إنه إذا بدك تعيش لازم تضلك تمشي زيجزاق يعني بالآخر إنت عسفينة كم مرة أريد أن أرجع لأسفينة اللي كنت عندما يصلها إنت عسفينة بدك تمشي في كتير هوا بالطريق هل إنت رح تضلك ماشي ضد الهوة لديك تعمل زيجزاق بلآخر أكيد والشغالي هي يعني واضح مرين بعصر إنك تكون مختص بالشغالي كانت كتير مهمة specializing هلا diversifying is the new game بس كمان in diversifying يعني بالتنويع لازم تكون قوي طبعا طبعا هاد الشيء أنا شخصيا خدمني وبعتقد خدمك إلك لأنه إنتي لو بس visual unless you're top three visuals ما لك خبزي same thing as an artist بس لما تكون very good بالموسيقى very good بالستراتيجي very good بال صرت أنت هون عم تقدر تجمع أكتر من قصة أنت كتير متفوق فيه صاروا لا يلي بالمستوى اللي أنت قاطعه كيف فللأشخاص لأنه وضح في حال الضياع لأنه the multi passionate اللي عندون كتير اهتمامات أنه أنا شو بعمل عندي هذا يعني صار تعرف خيروا بتحيروا لأنه مليون أنا أستطيع أن أصبح أستطيع أن أصبح أستطيع أن أصبح أستطيع أن أصبح هذا بسمي ثرد كولتشر لأنه بالآخر تعالى أنه صح أني أنا عربي مولوتي بيت عربي بس بالآخر أنا برضو hip hop صح أنه احنا أول لغة لغة أمين عربي بس عمانا الخربش انجليزي كبير فهذا بترجم بالأغني هذا لازم ترجم بالأغني احنا بطلت في ثقافة واحدة بالعالم بطلت في جانرى واحدة في العالم مولتي جانرى مولتي كولتشر فهذا هو ثرد كولتشر منتاليتي اللي أنا بسميها وفي يعني حكيت بهالموضوع البني آدم بالعموم بيقاوم التغيير يعني it's in our nature to resist change علما أنه التغيير هو أكتر شي بيفيدنا كيف وبتحس في جيل لساته يعني عم بيدافع عن موقف أنه اللغة وكذا يعني بدك تواكب يعني خلص صرنا بمكان ما عد فيك أنت تكون كتير متشبس بقراءك بدك كتير تكون اللغة دائما كانت تتحول وتتقلب يعني أنه الواحد يحافظ على اللغة طبعا حافظ على اللغة بس مش كل واحد عنده القوة أنه يحافظ أنا أنا عندي ديسلكسية عمي ما بقدرش هلأ أعطيك أقرأ لك كتاب حتا ما بقدر ركز به فلازم الواحد يحترم وين البناء مين مين أنت حينو كيف بدهم يكبر وإيش ما مالك وإيش أنت عفهم بحالك وين أنت اللي هو وين أنت أوي وين موقعك وامشي جرب الشغلات التانية جرب جرب أوي حالك بالشغلات التانية بس برضه كون واقعي أكيد أشوف إيش بيصير وكمل امشي على أسرة حافظ اللغة حلو بس لأنه اللغة العربية برضه الأصلية يعني برضه مضروبة شوية بيكير لغة تانية من كل اللي بيروحوا بيجي فيه أشياء بتتغير عنا مثلا من وين مانا جاي احنا بنحكي أوضة أوضة هاي مش كلمة عربية غرفة أوضة هاي كلمة تركية ففي كتير كلمات ومصطلحات عنا بتتغير طول الوقت من كل الناس اللي بتلفلف وتمشي من عنا وبسبب التسارع التكنولوجيا هلأ عم بقلك يعني العالم خلاص أنا تعودت يعني قلت لك فيه العالم عم بتقاوم التغيير بس بدك تواكب بدك تقول خلاص you have to be really you have to really be flexible وإلا بتروح عليك دائما الناس رح تكون قاومت زي ما حكينا قبل شوي الناس قاومت لإستوانات عشان بدهم يدلهم راديو which is kind of ديجاوو هلأ الناس بتقوم فإن أنا ما صار يطلعهم مع مع يوسبي وديجي نفس الاشي كانت هاي هاي مش غصة جديدة أنا هلا من مرء بس إذا بتطلع شوي لورا هاي كانت لما الراديو كان وبعدين صار استوانات فدائما رح يكون الصوت اللي رح يقول لك لا بس بالآخر لازم تلاقي الزجزاج الزجزاج مارو معين قابل للتطبيق بأماكن تانية بس ممكن تعطينا فكرة عن جي أكثر ريكورد زي الجماعة اللي هي واحد منهم أليكس والفنانين الموجودين عندهم والخرمان الأفريق وكمان عندهم راستر كتير من بتخيل هو عبارة عن جيل جديد تبع الابل ومينتاليتي هلا لنها البرتنرشيب اللي هي الآخر هم الماستر تبع هذا المضم هذا الشي إحنا بروفايدين التكنولوجي السبور والستراتيجي وان بس من ناحية التكنولوجي هو التكنولوجي هو الاشي المهم هنا لأنه بالآخر اللي موجود في امباير مش موجود بكتير محلات بالعالم تكنولوجي أول شي مية بالمية اندبندنت ترانسبرانت وبنفس الوقت كتير سريعة وبنفس الوقت كاستومايز وكل واحد بدر استعملها فقدر انت تبني اللايبل تبعك على السيستم فإذا انت هلا بدك تبني اللايبل نقدر نحكيه نبني استراتيجي وبعد وبعد نخد التكنولوجي وابني اللايبل لأنه إذا احنا بنحكي على فترة اللي فيها كل واحد بدر يكون فنان فلازم يكون أكتر تولز وأكتر بلاتفورم يقدر يكون الواحد فنان فالعلاقة هناك كتير منحة في كتير شغل في كتير أفكار في كتير أشياء جاي بالمستقبل من الجيل طيب والمادل برضو ناجح أوردي يعني بصار بأكمل محل إذا بتطلع في برضو البرتنرشيب مع الفنتين ميوزي جروب اللي عندهم كتير فنانين زي اللونر اللين اللونر مثلا الاستراتيجية اللي كانت هناك من الأول عادنا مع بعض وقلنا أوكي شو اللي استراتيجية كان الشغل وين داك توصل وتعال نبني الإشي مع بعض وهيك صار صار إنه أوكي هادي الطريق لو يصل تعال نرسوي بصار شو وبخلال بعد ما ما ببلش أكمل شهر اللونر كان تاب شارتين أورتست بإندونيجيا مالايجيا تايوان تايلاند يابان أكمل محل بأسيا هاي كمان بارنرز في البرج في الكيف في كتار يعني بقدر أكمل لستويل سرع الميدل بيست ركورز برده في كتير فالفكرة هي أنا ذكرت جيك صار لأنه مؤخرا من الأكثر نشاطا ومبارح كنا بسودي اكس بي وكان فري كعرفت كيف بصابت بس أنا حبيت أسكر كمنصة يعني اللي عم تعملوا بأمبار نقلي نوعي تاريخي ستسجل يعني ويعني تنقلنا من مكان نحنا كنا شوي بحس نحن ندخل عمكان نحن ندخل نحن ندخل نحن ندخل فهذا الشيء كتير بشجع وسوهيل لا يمل أبدا بعرف أنا احتراما لو أقتك يعني بس بشجع اسمه منح أنه أكلنا بتشكرك كتير عم وقتك سوهيل and I'd love to have you again حبيب شكرا 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 وقدر أغني لك قبل ما شكرا 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 شكرا